دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إلى تشكيل مجلس استثماري لبناني أردني مشترك بين الغرفة والمستثمرين اللبنانيين ومدراء الشركات المقيمين بالمملكة وأكد الحاج توفيق خلال لقائه سيدات ورجال أعمال لبنانيين مقيمين في الأردن وحضرها القائم بأعمال السفارة اللبنانية بالوكالة السفير يوسف رجي أن العلاقات التي تربط بين الأردن واللبنان لها تاريخ عميق تحتم علينا استثمارها في سبيل تحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الأردني واللبناني لافتا إلى أن الوقوف مع لبناني الشقيق واجب قوميا ووطني من جانبه أكد رجي عمق العلاقات الثنائية بين الأردني واصفا إياها بالتاريخية والمميزة وبينا أن نهج البلدين الشقيقين قائم على الحوار والاعتدال والاحترام المتبادل مشيرا إلى أن هناك قواسم مشتركة وأهدافا واحدة بين بيروت وعمان